نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية تايسي فأدين التبع لمركز الزرقى ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمات أفضل أو خدمات طبية للمواطنين القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجانة كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فارس كرونة بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتدليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا القافلة بتقدم العيادات التخصية عندنا 12 عيادات تخصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة عندنا كمان المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل عندنا الأشعة العادية والأشعة الصنار فحصات دي بنوفرها عشان ندعم قرار الطبيب تجاه المريض سواء كان هو هيكتب له العلاج المتوفر بالمجان في الصيدلية لكل التخصصات المتاحة عندنا أو أنه يعمل له قرار عن نفقة الدولة يقدر أنه يتحول لأرب مستشفى مركزي أو أنه يحوله برضو عشان يعمل عملية جراحية القافلة بتخدم قرية وجميع القرى التابعة عليها بتعداد سكاني كبير مش قليل بيجو للناس لحد عندهم الناس مبسوطة جدا جدا بالخدمة اللي بنقديها تقبلهم من شاء الله جميل ويريت أنهم يكررون القافلة دايما في الوحدة لأن أهالي البلد في حاجة إلى القافلة دايما إحنا جانا نكشفني وجابوا عليك عالك ببلاش والقافلة كويسة والدكاتلة كويسين إحنا والله العزين فرحانين اللي قافلة جات لنا النهاردة وجبنا أولادنا وجانا نكشف عليهم واتصلوا علينا وقالونا وجانا النهاردة الحمد لله اللي هي جات لنا وعايزين أنها تتكرر عندنا على طول اشتركوا في القناة